استقبل وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصرين بالخارج بدر عبد العاطي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان أولف سكوتش وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر لقيم الاتحاد الأوروبي بل تطلع بموضوعية على التطور الذي يشهد ملف حقوق الإنسان وتوضيح حقيقته أمام مختلف الدوائر الحكومية والبرلمانية في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي مؤكدا اعتزام مصر مؤصلة الجهود المبذولة لتعزيز أوضاع حقوق الإنسان في ظل تحديات وظروف اقتصادية صعبة ووقع إقليمي مضطرب